اللي كنت بسألو. اذا حي كنت شايف ان المفهود كانت الانتخابات تتؤجل شوية عن شهر 11؟ بديهي. اه. مش محتاجة سؤال يعني. الف به سياسة. الف به سياسة. بس كان فيه الرأي الاخر اللي بيقول انه قاعدوا اللي عايزين يأخروه علشان المجلس يبضل بيهودية. حضرتك هدي حكومة قوية تخدم كل المصريين. مش فاقة واحدة في المصريين. وايس حكومة تجمع بمحبة كل الناس. مش توقع تكلملي في الغدر والمش عارف ايه وايه. حكومة ايه بني? حكومة طلع لي حاجة للنهاردة. اه. وحاجة البكرة. تماما. زي الحتة الابيض ويسود دي. اه. وايس. انا يومي 24 ساعة. عايز حاجة للنهاردة وحاجة البكرة. صح ولا لا? صحيح. بدل ما كله بعض. ها? عايزة طلع ملفات ايه? ملفات الماضي كلها. كويس? يعني احنا كنا ام تنبياء. هل احنا النهاردة ام تنبياء? ولا عمرة هيبقى فيه خلاص. حاضر انت كان عايزة اقولك حاجة. بكرة الحاضر هيتحاكم اكتر من اللي فات. ام. لو حاضر مش واخد باله. يعني ايه? نضيع 250 مليار. ام. يعني ايه? السنة دي ما تبقاش فيه فرصة عمل جديدة لكل الشباب الموجود في مصر. يعني ايه كلام دي? ايه ما هو طيب. من حاجة جبت صيرة. التسعة تشهر دول بيعمل فيهم ايه? ما هو بمن حاجة جبت صيرة الغدر. وان الناس عايزة تهد. وان الناس مش عارفة تبني. ما هو كل ده يقول انه مسلا انه الناس اللي ليها مصالحة ومجموعة من الناس. هي البلد. البلد ما فيهاش رجالة. عاكيد فيها يعني. ما فيهاش محترمين. ما فيهاش ناس تفهم. ما حدش يقول ان البلد مشلولة في النقل والمواصلات. حدش شايف دي? لمواغزة. عندنا رئيس وزارة اساسه نقل. ما عملش مخطط عامل النقل. عشان نذكره بالخير بعد كده. ام هو قداء الحكومة كله. انا بسألك. انا بسألك دي حاجة. ده الف به. يعني حضرتك مزيعة. بكرة الصفحة بيتي رئيس وزارة. ام. اول ملف هتهتم بيه? اعلم طبعا. مش كده اقول ايه? اكيد يعني. مش هتصلح يولنا يعني ولا. هحاول. 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 طيب يعني الراجل احنا وصلنا ان معدل معدل الانتقال يكاد يقرب اه 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 حداشر كيلو في الساعة. اتناشر كيلو لغاية تسعة كيلو حرارك البلد بتشل. ام. يعني اسوأ دول العالم في الانتقال. كلنا بنقضي تلات اربع ساعات في الطريق في مشوار واحد يعني. يعني. تكلفتك اليومية قد ايه? صحيح. خمسمائة مليون جنيه للمجتمع المصري. طيب مهده? حد ديو ااخد بالو? طيب مهده بقى يعني عالم. يعني بتوبيب اللي بتاعها. دلوقتي احنا خليني اجابيين. تحل. عايزين الاسعار تتربط. طيب. في اختلاف لكده? لا. عشان نستكر وتشفق. ميش. عايزين بعد كده الناس تتعالج عليك كويس. في مشكلة? لا. عندنا اطباء وعندنا قادة وعندنا. عايزين الناس تتعلم. يا فاني مرحلك بتقولوا ده. تركبنا مية تسعة وعشرين من مية اربعة وتراتين في التعليم. ماشي. واللي احنا بنعمله ان احنا بنزداد سوءا. ولا حضرتك بتقولوا ده كله يعني الناس كلها عرفاء يعني مش محتاجين يعني يعني ليه ما بيتعملش وده ستتساؤل بقى. حضرتك هي المشكلة اللي بتعملش ليه? لان الناس اه? قعدة ما بتعملش حاجة. كل يوم في حاجة اسمها بنسميها تكلفة الفرصة الضائعة. في فرصة ضائعة. لما حضرتك بتعودي في يوم ما تعمليش حاجة ده شخص. اه. لكن لما وفن ما يعملش حاجة دي كارسة. اه. انك تصل ليه? الى صفر معدل نمو الدولة. اه. كارسة. واخدبال حضرتك مش كارسة. يعني مش عايز استخدم كلام يبقى دي جريمة. اه. سياسية كبرى مع سبق الاصرار والترصد. طيب دكتور الجامع عشان احنا وقتنا بيخلص. احنا رايحين فين طيب? يعني احنا قبلتك وقتنا بيخلص لكن بلدنا مش هتخلص. لأ طب. رايحين ان لابد ان تأتي حكومة قادرة على نقلة البلد دي الى صورة البناء. احنا مش عملنا صورة? ما قادرة يعني ايه يا فندم? وفي جمل كده بالنسبة الامثالي العامة صعبة ان احنا فهمنا ايه? قادرة يعني حضرتك كل يوم. اه? هتعلني لهذه البلد غير للبلد. لان حضرتك ما بتعمليش كل يوم غير بتعلني خراب لهذه البلد. طيب. ده اللي حضرتك ايه? تعريف? القدرة. تعريف القدرة. بس القدرة دي خبرات? نعم طبع. وفلوس? لا يا فندم عايزة خبرات. بالفلوس المحدودة تتعامل كل حاجة. هم? بلاش كلمة بقى الفلوس. ما انا بس لما وده اللي بيتقلقنا لأسا احنا عندناش فلوس نعمل كزا. مين اللي بيقول? دي التصليحات اللي بتطلع من الحكومة لفنم كل صورة. لفنم ما ده نتيجة جهل. ده عدم قدرة او تواطئ. ام? واختبالك من كم التواطئ? واحد ما دي جد. واحد بيقولك ايه خربانة كده? فهي عايز يسلمها خربانة. هيسلمها لمين قربانة? لمين? لديكتاتورية جديدة حضرتك. طيب يعني حلاك بتقول ان احنا روحين فين? حلاك بتقول احنا عايزين. ما لما البلد تتحرك الى ثورة بنا. اه. فالقادمون هم ديكتاتورية. كوي استمرار الدكتاتورية القديمة? بايس? وانا بقولك بقى حيطة الامل. ام? ان ده الشعب المصري لن يسمح به. ام? والزكاء لاي طيار سياسي. ام? ان نحطه ايده في ايد الطيار التانية عشان نبني مصر الوسطية ومصر السلام ومصر الامل ومصر التقدم. سؤال افتراضي كده لو جد دكتاتورية جديدة بعد المجلس اللي جاي مجلس الشعب اللي جاي اللي كمان شهر ده. بتكر الصورة هتبقى بجد تاني? هيحصل تاني صورة? حضرتك. ولا هنسكت بقى وكده? ما انا قلت لها لك. اما تتجي الى صورة بنا وتقدم. اه? واما هيبعندك سينيليوهات النموذج اللبناني. او العراقي. او الماسفيرو. يا ساتر او. بالصورة مستمرة. اختيارك ايه? لا ما احنا ما عندناش اختيارات عرفك الواضح. لا ما اقول اختيارك ايه? ما انا واضح نقول ما عندناش اختيارات مهيينة بيه يبقى ينفعش. مش كده? يعني. يبقى لازم نبني ونبني ونبني. وكلام ده? كلام دقيق وواضح لكل الناس. اه. كويس? وما فيش حد المفروض ايه? لو حد عايز يتكلم في سياسة اهلا بيه. يجي يكلمنا سياسة. هم. كويس? لكن لو حد عايز يتكلمنا الغدر. كويس? فلما اخزك. مش مرحبا بيه? هيك قلت يا تواطق. ايه. يا يا عدم معرفة. والحالتين بعتقد نوع غير مقبولين. والحالتين جريمي حضرتك? اه. الحالتين غير مقبولين. صح او لا? طبع. يعني. اه. حيكوا تقولي خدامة. اتفضل. لا اتفضلي. حيكوا تقولي يعني حاجة. انا مصر محرز. اه. دكتور هشام الشريف الكاتب والمفكر شكرا جزيلا ومارسي على وجود حضرتك معنا يا فن. انا مشكرا كيفان. مرسي ديك. شكرا. نسا كوني نهرك سعيد بعد الفاصل. خليكم معنا.